ممكن أن تكون الإصابات في الرأس وجروح ليست ببسيطة تتعدى إلى أن تكون هناك بعض الأعضاء الداخلية خارج الجسم وبالتالي يجب أن يتوفر جميع الإختصاصات بالسرعة الممكنة وذلك للتعامل مع جميع الإصابات للأسف في حالات الحروب يكون وصول أعداد هائلة وفي نفس الوقت لقسم الطوارئ بالنسبة للإصابات التي يمكن أن تصل إلى المستشفيات وخصوصا أقسام الطوارئ في حالة الحروب هي متعددة جدا فمنها البسيط ومنها الذي يتعدى إلى حالات معقدة جدا نذكر منها الجروح السطحية مثلا الجروح العميقة الإصابة بالأعير النارية الحروك من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الحروك والمواد الكيميائية يمكن أن يصل أحد المصابين مبتور أحد الأطراف مثل اليدين أو الأرجل ممكن أن يصل ما هو أصعب من ذلك لدرجة الإصابات بالأعير النارية في منطقة الصدر أو تجويف البطن أو الحوض ممكن أن يصل بعض الإصابات في الأعير النارية أو المطاطية في العيون مثلا وفقدان أحدها في بعض الأحيان ممكن أن تكون الإصابات في الرأس وجروح ليست ببسيطة تتعدى إلى أن تكون هناك بعض الأعضاء الداخلية خارج الجسم وهي من الإصابات المعقدة وأيضا ممكن أن يجي على الطوارئ بعض الإصابات التي تعاني من جميع الإصابات مجتمعة يعني واحد يجينا بجروح بكسور بإصابة في الصدر وأيضا نزيف في البطن وأيضا مبتور اليد فهي من إصابات مثل ما حكيت من إصابات بسيطة جدا إلى جدا جدا معقدة وبالتالي يجب أن يتوفر جميع الإختصاصات بالسرعة الممكنة وذلك للتعامل مع جميع الإصابات وفي وقت واحد بالنسبة لتقسيم الحالات في الطوارئ وأولوية إعطاء الخدمة الطبية للأسف في حالات الحروب يكون وصول أعداد هائلة وفي نفس الوقت لقسم الطوارئ وبالتالي يكون هناك نضطر آسفين لوضع أولوية لإعطاء الخدمة وبالتالي يكون هناك بداية تقييم أو بما يسمى ترياج عن طريق ممكن طبيب بالأساس المفروض يكون أو التمريض بأي المرضى يستطيع الانتظار وأيهم يجب التدخل بشكل فوري فبالتالي عند تقييم الحالة يتم النظر لها من حيث شدة الإصابة في حال المريض أو المصاب يمكنه الانتظار لفترة معينة يتم وضعه جانباً والتعامل مع الحالات الأكثر صعوبة وذلك للحفاظ على أكبر عدد ممكن من حياة المواطنين في النهاية نتمنى السلامة للجميع ونأمل أن لا يتعرض أي من شعوب العالم لأي من الحروب ولكنها تفرض أحياناً على بعض الشعوب فبالتالي أدعو جميع الأطراف الطبية من مستشفيات ووزارات أن يكون هناك جهوزية عالية لحدوث أي طارق فالنتيجة في حالة التقصير هي حياة المواطن للأسف وبعد خسرانها لا يمكن التعويض لذلك نتمنى السلامة للجميع ترجمة نانسي قنقر